الآن عندنا بعض الطلاب عندما يحفظ القرآن حتى الحواس يعني كلها تعمل وتحفظ معه القرآن هو يحفظ يقرأ بلسانه وينظر بعينيه ويسمع أيضا لبعض التلاوات مثلا لقارئ متقل وكذلك يكتب المصحف أردنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى أن يعني نعرف كيف يستطيع الطالب كتابة المصحف كتابة صحيحة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد طبعا مثل ما ذكرت سابقا بعد اجتماع مجموعة من كبار الخطاطين في أخر منطقة وقيمة في مدينة المنورة اتفق الخطاطون جلهم على أن المصحف المعتمد أو الذي يعتمده الطالب أثناء الكتابة هو المصحف الموجود المطبوع في مجمع الميك فهد بالمدينة المنورة طبعا حتى أصلا الطالب أظن والله أعلم عند من يعني يدرس القرآن وحفظ القرآن يقول للطالب لابد تعتمد نسخة واحدة يعني تبدأ بها إلى نهاية العمر تمشي على هذه النسخة صحيح طبعا بالنسبة للنسخة أنا قلت نسخة المجمع لأن هناك نسخة كثيرة منها النسخة الموجودة عند الإخوان المصريين والبلاد المجاورة لهم طبعة الشمالي وهذه النسخة لا تبدأ بآية الصفحة يعني تختلف عن المسخة الموجودة الآن لدينا يعني لو نظرنا هنا الصفحة تبدأ بآية وتنتهي بآية بعض المصاحف لا تبدأ الصفحة بآية يعني ربما تجد الآية في بداية الصفحة ولا تنتهي في نهاية الصفحة لا تنتهي تنتهي في بداية الصفحة الأخرى هم عمدا في هذه النسخة حتى أن الطالب يعني تنقلب الصفحة في وسط الآية تقريبا صحيح حتى يحفظ على هذا الطريق هذه كانت في بعض المصاحف وعليها بعض الخفاف في القديم أما الآن ترى في الغالب حتى في الدول النسخة الموجودة هي نسخة المجمع فنعتمد هذه النسخة ونعتمد هذه الصفحة نعم هي بالنسبة لطالب إذا كان حفظ على نسخة معينة هو الأفضل أنه ما يغيرها حتى لا تتلخبط عليها صحيح ويكتب عليها نعم لا يشكال في ذلك إذن نعتمد نسخة التي يحفظ عليها الطالب هذا اعتماد النسخة يعني هذه مثلا الحلقة الأولى صحيح زاك الله خير بارك الله